الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان أعاد عدواً لم تكن إيران تحسب له حساباً أبداً وتحول هذا العدو إلى أداة ضاغطة قد تساعد بايدن بشكل كبير فيما يريد أن يحققه تجاه إيران وحتى تجاه روسيا وحتى تجاه الصين وإذا إجينا إلى هذا العدو حتى نعرفه في أفغانستان هو طبعاً حركة طالبان التي تسيطر بشكل كبير على العديد من المناطق وقبل يومياً قبل 48 ساعة سيطروا على هذه النقطة طبعاً هذه هي الأراضي الأفغانية وهذه هي الأراضي الإيرانية وهذه النقطة التي سيطروا عليها هي تمثل إسلام قلعة التي سيطروا عليها وهي تعتبر طبعاً نقطة تجارية ومعبر تجاري مهم وبسيطرتهم عليها معناتها هم سيطروا على تقريباً 900 كيلومتر من الحقيقة الحدود التي هي بين أفغانستان وبين إيران وهذا معناتها بأن الإتجار بالبشر أو التجارة بالبشر ستصعد ورح ترتفع بشكل كبير جداً بين أفغانستان وبين إيران وكذلك التجارة بالمخدرات بشكل عالي جدا وكذلك أيضا من ولاية هرات هذه تمثل النقطة ولاية هرات الأفغانية هناك سكة حديد ممتدة إلى الداخل الإيراني أيضا ستتأثر بشكل كبير وبالتالي هذا رح يخلق في الضغط كبير على إيران في ظل أنه مفاوضات فينا حتى هذه اللحظة وعلى الرغم أن بايد انتفاد الكثير من العقوبات أو الكثير من الأمور اللي يقدر يضغط بها على إيران ورفع عدد من العقوبات الرمزية عن ثلاث شخصيات مثلا مؤخرا من الإيرانيين وكذلك بعض العقوبات اللي درسوها على المرشدة الأعلى حتى يرفعوها هذه كل عقوبات رمزية وليس هناك أي رفع للعقوبات فالعقوبات لا زالت كما كانت عليها على إيران وبالتالي هذه الأمور اللي حجينا عنها ستضغط على الاقتصاد بشكل كبير وكذلك أنه أمر مهم جدا آخر أن إسلام قلعة هي تعتبر مدخل لهذه الولاية اللي هي ولاية هرات التي تحدثنا عنها وبهذه الولاية أصلا هناك قنصلية إيرانية كبيرة والمشكلة في القنصلية الإيرانية هنا بأن حركة طالبان اللي هي طبعا تعتبر حركة حقيقة متطرفة للغاية ومتمردة للغاية على الحكومة الأفغانية اللي موجودة هذه الحركة أساسا في عام 1998 في مكان وفي منطقة اسمها مزار شريف موجودة في أفغانستان في شمال أفغانستان أيضا بيها قنصلية إيرانية هي موجودة أيضا هاجموها مثل ما قلنا بالـ 1998 وقتلوا على الأقل تسعة من الدبلوماسيين في القنصلية الإيرانية طبعا مما أدى إلى أنه كانوا على وشك أن يدخلون في حرب في هذا الموضوع وطبعا هذه القضية والاحتقان اللي موجود بين حركة طالبان وبين إيران الآن المشكلة أن حركة طالبان بسيطرتها على إسلام قلعة معناتها الآن هي مسيطرة على 250 ولاية في أفغانستان من 398 ولاية وهذا معناتها بأنهم مسيطرين على 85% من المناطق اللي موجودة في أفغانستان وهذا يعني كل ما رح تحتدم المعارك بين حركة طالبان ويتقدمون على الحكومة الأفغانية كما هو حاصل الآن فهذا سيعني بأنه ستكون هناك هجرة مكثفة من الداخل الأفغاني إلى الداخل الإيراني بسبب أن هذه المعارك هي معارك طائفية وهناك إبادة طائفية وتطرف عالي جداً دايصير في أفغانستان وهذه طبعا ستضيف ضغطاً آخر للضغط اللي هو أصلاً موجود باللي حجينا بي بطبيعة التجارة الغير القانونية اللي راح تصير لأنه في إيران هناك 750 ألف أفغاني هم دخلوا بشكل موثق وبشكل رسمي إلى الأراضي الإيرانية كلاجئين أفغان وبالإضافة إلى ذلك هناك مليونياً تقريباً من الأفغان اللاجئين الغير قانونيين اللي موجود فما بالك يضاف هذا العدد الكبير أيضاً إلى الداخل فهذا طبعاً سيكون في التهديد كبير تحدثت عنه الواشنطن بوست مع السيطرة على إسلام قلعة من قبل طالبان شوف شون اللي قالت الواشنطن بوست تخشى طهران من عودة حكم طالبان وأفغانستان إلى الحرب الأهلية وهو احتمال مزعزع للاستقرار ومن المحتمل أن يعرض المجتمعات العرقية الفارسية والشيعية للخطر بالإضافة إلى ذلك إذا أردني أن نلقي نظرة حتى نعرف المناطق التي مسيطرة عليها حركة طالبان هذه هي طبعاً خارطة أفغانستان حتى نحن نوضح بشكل أكبر هي في منتصف هذه الدائرة النقاط الخضراء هي تمثل عملية سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بهذا الشكل وإذا لاحظ بأنهم مسيطرين على المعابر مع تركمستان وكذلك مسيطرين على المعبر أو المعابر الخاصة بطاجكستان ومسيطرين على المعابر الخاصة اللي حشينا عنها مع إيران اللي هو إسلام قلعة وكذلك مع باكستان فأكو عملية تطويق للحكومة الأفغانية مستمرة إلى درجة أن هذه العاصمة إذا قينا نظرة مقربة إلى العاصمة كابل اللي هي موجودة بهذه النقطة رح نلاحظ عمليات السيطرة باللون الأخضر من قبل حركة طالبان يعني واضح أنه أكو عملية إطباق على هذه العاصمة مستمرة وسريعة إلى درجة أن الأمريكان من انسحبوا ومو بس انسحبوا يعني كجنود أو طائرات أو غيره وإنما حتى المنظومات الدفاعية مثل منظومة السيرام سحبوها مباشرة وكانت هي موجودة في مطار كابل وهذا اللي خل الحكومة الأفغانية أن تخلي منظومات دفاعية جديدة في المطار جربوها البارحة ساعة 22 بالليل في توقيت أفغانستان وسووا عملية تجريبات لأنه داي عرفون بأن الصواريخ لحركة طالبان قادمة ورح يكون أكو قصف وأطباق ومعارك وهذا طبعا تعتبر أخبار سيئة جدا لإيران لأن هذا سيزيد من الضغط ضغطا عليها وهي في ظروف صعبة الآن إيران تمر في ظروف صعبة للغاية تحاول العودة إلى مفاوضات فيينا وإلى الاتفاقية النووية بسرعة كبيرة جدا ورفع العقوبات وهذا طبعا اللي قالته البلومبرغ شوف شون اللي قالته البلومبرغ الميليشيا المنتصرة بين قوسيا طالبان تشكل خطرا جسيما على إيران في وقت غير ملائن لها والإيرانيون عرفوا أنهم عادوا لمواجهة خصما قديما وعيد تنشيطه حديثا أي بما معنى آخر بأن بايدن قد يكون تقصد هذه الحركة من أجل الضغط بشكل أكبر على إيران لتحقيق مكاسب أكبر خاصة وأن الهجمات على الداخل الإيراني من قبل الموساد الإسرائيلي تتصاعد شيئا فشيئا ووحدة من آخر الأمور اللي صارت بأنه قدروا أن يسون عملية قرصنة ناجحة جدا على أحدى حقيقة على الشركة للسكك الإيرانية بشكل عام هكروها بهذا الشكل سيطروا على هذه اللوحة اللي تشوفوها اللي أخذت صورة إلها واضح بأنه صار إلغاء لكل السفرات والرحلات اللي موجودة إلى مشهد إلى قوم إلى عدد من المناطق إلى كل إيران واللي سووا أنهم ما أثروا على القطارات القطارات كانت تمشي بشكل طبيعي ولكن سووا لزموا هذه المنظومة كاملة سيطروا عليها بهذا الشكل وبالتالي الركاب ما راح يعرفون هذا القطار إجي راح ويندي يتحرك وحتى استطاعوا من عملية قرصنة الموقع الرسمي لوزارة النقل الإيرانية وحطوا رقم تليفون لمزيد من المعلومات للأشخاص اللي يريدون يشتكون من الركاب اللي هم عندهم قطار وفاتهم بهذا الشكل ويروحون إلى موقع وزارة النقل الإيرانية حطوا رقم المرشد الأعلى الإيراني فبالتالي أي واحد جايد يشكي أو يسأل يتصل على هذا الرقم الهاتف راح يروح إلى المرشد الأعلى بدلاً ما يروح إلى حقيقة شركة السكك الإيرانية الحكومية من أجل الشكوى على ما يحدث بهذا الأسان فيذلك هذه عملية اختراق كبيرة جداً صايرة إلى الداخل إلى درجة أن هذه الوكالة المهمة جداً وهي وكالة أنباء فارس صدر وبيان بأنه هجوم سبراني أول مصارت هذه العملية بهذا الشكل قالوا فوضى في محطات القطارات الوطنية وتوقعات بوقوع هجوم سبراني مباشرة وبعد ساعات قليلة حثفوا هذه الأخبار لأنه شفوا كنقطة ضعف بدأت تتوضح والإسرائيليين تفاخروا كثيراً بهذه العملية وواضح الإسرائيليين ما يقولون هذه إحنا ولكن يتناقلوها بشكل كبير ومكثف والإيرانيين وضحوا من هذا البيان بأن الهجوم الإسرائيلي وطبعاً هذا يضاف إلى عملية الانفجارات المستمرة بشكل هائل جداً هذا في شمال طهران واحدة من آخر الانفجارات لأحدى المحطات الكهربائية الآن كهرباء قليلة جداً الموجودة ومنقطعة تماماً وكذلك هذا الحريق في حديقة الأمة اللي هي موجودة اللي هي بارك ميلت في إيران أيضاً حريق كبير جداً وصار انفجار أيضاً في داخل هذه الحديقة والذي قيل وأشيع بأن هناك قد تكون منشئة نووية تحت الأرض استطاعوا من اصطيادها الإسرائيليين وقاموا بهذه التفجيرات وطبعاً هذه تكملة لعملية تركيع إيران وكهرباء إيران بهذا الشكل طبعاً من أجل الاستمرار بعملية هما سووها أصلاً الأحد الماضي الإسرائيليين سوت عملية إغلاق لكهرباء بالتحركة